بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وإنك لعلى خلق عظيم من الأخلاق العظيمة الحسنة التي ينبغي للإنسان أن يتمسك بها الجود وهو العطاء بلا مسألة صيانة للآخذ عن السؤال وهذا من الأخلاق العظيمة التي كان يتخلق بها نبينا صلى الله عليه وسلم كان موصوفا عليه الصلاة والسلام بالجود يقول أنس رضي الله عنه أرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة يوما فانطلق ناس قبل الصوت النبي صلى الله عليه وسلم كان على كل الأخلاق الحسنة متربع على عرش الأخلاق عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم في يوم فزع الناس وسمعوا صوتا وجلبة وخاف أهل المدينة أجمعون فقام ناس منهم وذهبوا قبل الصوت إلى هذا الصوت فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع على فرس عليه الصلاة والسلام فقال لهم لم تراعوا لم تراعوا كان أجود الناس يجود حتى بنفسه وماله عليه الصلاة والسلام فلما رأى هذا الخوف والفزع منهم جاد بنفسه وتقدم عليه الصلاة والسلام ولم يتأخر فعلم ما كان ثم رجع وطمأنهم عليه الصلاة والسلام لم تراعوا لم تراعوا وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ويقول جابر رضي الله عنه وأرضاه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا أي شيء يسأل يعطي عليه الصلاة والسلام ويمنح ويعطي ولا يمنح عليه الصلاة والسلام طالما أنه مباحن وأنه يرضي الله تبارك وتعالى أما في المنكرات فيقول لا عليه الصلاة والسلام أما في العطاء والمنح والهبة والنفقة فكان صلى الله عليه وسلم لا يقول لا هكذا كان وضع النبي صلى الله وسلم وحال النبي صلى الله وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن يكون خلق المسلم دائما يكون جوادا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين يعني غنم أعداد كبيرة هذا فأعطاه عليه الصلاة والسلام فأتى هذا الرجل قومه فقال أي قوم يعني يا قوم يناديهم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر من لا يخاف الفقر كان يعطي عطاء لماذا لأنه كان جوادا عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق الحسن هذا الخلق العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به يقول جابر رضي الله عنه أرضاه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءنا مال البحرين أعطيتك كذا وكذا وكذا هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حثيات من المال فقال بيديه جميعا عليه الصلاة والسلام قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي أمال البحرين قال فقدم على أبي بكر بعد ذلك يعني المال جاء في زمان أبي بكر فأمر أبو بكر رضي الله عنه أرضاه هذا من حفظ العهد والوعد أمر رضي الله عنه أرضاه رجلا فنادى في الناس من كانت له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين يعني من كان وعده النبي صلى الله عليه وسلم وعدا أو كان عنده دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي قال جابر فقمت إليه فقلت إن نبي الله قال لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر رضي الله عنه أرضاه المال حثية فوضعها له فقال عدها فأخذ يعد هذه الحثية فإذا بها خمسمائة فقال خذ مثليها توفية لوعد النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا يجودون ويقتدون بنبي الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق هو الأمين بأمته رؤوف الرحيم هو النعمة المهداة والرحمة المسداة متربع على عرش الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم الجود والعطاء والكرم والإنفاق من أعظم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما عليه الصلاة والسلام وهكذا صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فوافق ذلك مالا عندي كان عندي شيء من المال فأردت أن أنفقه وأعطيه لله تبارك وتعالى وكان يريد بذلك أن ينافس أبا بكر ويتفوق على أبي بكر في ذاك اليوم فقلت اليوم أسبق أبا بكر يقول عمر الفاروق وهم يتسابقون في الخير والجود والعطاء فقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يعني ما سبقته يوما أصلا دائما هو يسبقني قال فجئت بنصف مالي حتى أسبق أبا بكر وأكون على جود وإنفاق عظيم لله تبارك وتعالى فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال رضي الله عنه وأرضاه أبقيت لهم مثله نصف المال الذي عنده نصف الثروة المالية التي عنده قدمها لله فقال أبقيت لهم مثله فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فجاء أبو بكر بماله جميعا فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله ما أبقيت لهم شيء من المال لا يوجد شيء من المال وإنما أتيت بمالي جميعا هكذا كانوا يجودون رضي الله عنهم وأرضاهم فقال عمر وأعلن استسلامه قال لا أسابقك بعدها أبدا لا يمكن أن أسبق أبا بكر فكانوا يتنافسون في الخير وفي الجود وفي العطاء رضي الله عنهم وأرضاهم هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه يقول بينما أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس وهو راجع من حنين بعد غزوة حنين عليه الصلاة والسلام قال فعلقت الناس يسألونه أخذوا يطلبون منه جاي غنائم كثيرة فأخذ يطلب منه الناس بشكل كبير وتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى سمرة نوع من شجر الطلح وفيه أشواك فخطفت رداءه هذه الشجرة بأشواكها رداء النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطوني ردائي لو كان عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا بل كان جوادا معطاءا عليه الصلاة والسلام ولو كان عنده بهذا العدد من النعم وهذا العدد من الأموال لوزعه عليه الصلاة والسلام عليهم لماذا؟ لجوده لكرمه لإنفاقه لحبه للخير عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا على ذلك قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه القاعدة تقول عند الناس اليوم بلهجتنا بكلامنا الجود من الموجود يعني الإنسان مهما كان في جيبه ولو شيئا قليلا من المال ولو كان معه شيء من الطعام فإنه ينفقه ويعطيه ويجود به ويعطيه لله تبارك وتعالى وإن كان شيئا يسيرا اتقوا النار ولو بشق تمره يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتق النار لو بخمسين فلس لو بمئة فلس لو بشيء زهيد من المال اتقوا النار جودوا أعطوا هذا هو الخلق الذي أمرنا به ربنا وأراده منا رسولنا صلى الله عليه وسلم